التكتوكور مريم العساوي الشهيرة بميمي تقطق تعتذر لفنان سعدة شارف بعد مقاداتها إليكم التفاصيل قررت المؤثرة المغربية مريم العساوي الشهيرة بميمي تقطق أن تعتذر لمغنية المغربية سعدة شارف مباشرة بعد وضع هذه الأخيرة شكاية ضدها لدى المحكمة لاستئناف بالدار البيضاء بتهمة السب والقدف وقالت ميمي في فيديو نشرته يوم الأربعة 7 فبراير 2024 ميلادية بعد تطور الأمور قررت أن أعتذر لسعدة شارف رغم أن زوجي رفض ذلك إلى أنني سأعتذر وتابعت موجهة الكلام لسعدة شارف لم أقصد السب والدتك رحمها الله وأتمنى من الله أن يحفظ لك أبنائك ووضعت سعدة شارف يوم الأربعة الماضي شكاية ضد ميمي لدى محكمة لاستئناف بمدينة الدار البيضاء وذلك بسبب سب هذه الأخيرة لوالدتها المتوفية ودعائها على أبنائها بالموت في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت مريم العساوي أيضا في ذلك الفيديو فيه على استيائها من دخول فنانة دنيا باطمة إلى السجن بسبب سعدة شارف وقالت سعدة في تصريحات صحفية فور خروجها من المحكمة إنها ستتنازل عن الدعوة في حال اعتذرت لها ميمي وأضافت الله كي سامح علش أنا مغديش نسامح ودائما ما كانت تعبر ميمي تقطق عن دعمها للفنانة دنيا باطمة حيث لم تتردد أبدا في الدفاع عنها ومهاجمات أعدائها غير مكترطة بالعواقب